عايز اعطها اكينا في حد وانا فكرت فيها دلوقتي لو مدرب الاحمال مش موهل بشكل جيد مش راجل بروفاشنال مش راجل بشتغل باحترافية ممكن لقدة والله اللعيب يتأذي يحصل له مشاكل كتيرة جدا في عضلاته بشكل عام وبتأكيد عضلة القلب واحدة من العضلات دي بس ايجي حد هو بفرج عالي بلدتي يقول لي عم كريم يعني هو في التميينات والتسعينات والسبعينات والستينات كان فيه مدربين احمال ده كاننا منلعب وما فيش دكتور قاعد على الدكة واللعيبة زي الفل وما بيحصل لاش حاجة وبتكمل حياتها بشكل طبيعي هل فيه تغيرات في الازمنة ولا احنا كان ممكن يكون فيه اصابات ومشاكل زي ما احنا ما نعرفش عنها حاجة دي نقطة مهمة قوي زي ما ما كانش فيه سوشيال ميديا زي ما ما كانش فيه العالم موصول ببعضه زي ما احنا دلوقتي دلوقتي اريكسون كنا كلنا بنفرج عليه صح لو حصل معرفش ايه لعبة السباحة اللي وقعت في الأولمبياد اللي فاتت ولقوها غرقانة وكان عندها مشكلة في كهربة القلب كل ده ما كانش الناس بتعرفه رقم اتنين حضرتك تطور التكنولوجي اللي موجود دلوقتي ما كانش موجود زمان الحاجة الثالثة ان انت الابحاث دلوقتي اللي بتتعمل على الرياضيين تفوخ الخيال حتى لحضرتك مثال صغير ما كنا بناخد الاعتماد مع جامعة جون موريس بليفربول بانجلترا رحنا مبنى كبير جدا حوالي خمس او ست دوار اسمه كاردياك فيسيولوجي الفيسيولوجي بتاع الهرض انا شفت هناك الفيفا بتتعمل ازاي شو بقبص يعني الدقة بيتوصل اللاعب باجهزة استشعار كاملة على جسمه بحس انت مثلا ميسي مثلا هيشوته الكورة وهو بيشوتها في السيميولاتور الخبال حديثك بياخد الكمبيوتر الحركة دي يحولها لزي ما انت شايفها في الفيفا كده انفعلاته بيحولها القسم التاني بيبدأ يشوف حضرتك بيقيس معدل التسارع في الاعصاب الترفية وبذات اعصاب القدم يشوف ليل انا دايما يقولك الرياضي المفروض انه عنده ايه سرعة ايه سرعة رد فاعل بيبدأ يشوف الحاجات دي كلها ده على مستوى ايه ده مستوى الاعصاب الترفية فما بالك بقى القلب القلب بيه وحدة تانية خالص ويه وقياسات شديدة التعقيد حد كمال لحديثك مثال عندهم عندهم غرفة مثلا ميسي هيسافر من لما ساعتك تانساعتك ببرسلونة هيسافر ببرسلونة يلعب مطش في المكسيك مثلا والمكسيك اذا قرر مرتفع شوائي عن البحر ومنطقة استوائية هناك عارف حضرتك لازم حيروح يقعد اسبوع او خمسفاشات يوم قبل المطش عشان يؤهل جسديا بيدخلوا في غرفة اتنين في اتنين او تلاتة في تلاتة بيسموها غرفة التكايف الطقس بيخش فيها الساعتين كل يوم بحيث يزبطوا درجة الحرارة الارتفاع اللي هيبقى موجود فيه بحيث ان انت جسمك وقلبك يتعود على الوضع اللي هيبقى موجود هناك وبالتالي تركب الطقس تروح هناك ما يحصل لكش اي مشكلة خالص شوف حضرتك العلمي ده هل ده كان موجود زمان؟ لأ